اشتركوا في القناة اختتمت منافسات المجموعة الاسوية الرابعة لبطولة كاس ديفز للتنس في اسيا التي يستضيفها الاتحاد البحرني للتنس على ملاعبه في جامعة بولو تيكنيك بمدينة عيسى بحضور جماهري كبير حيث شهدت البطولة منافسات حماسية وسط مشاركة 13 دولة اسوية بطولة كبيرة وكاس ديفز لما تقام في البحرين بهذا المستوى الكبير اكيد هذه لها مردود كبير على تطور رياضة التنس وايضا هذه دلالة على ان فعلا البحرين بعد جاعة كورونا لما تستضيف بطولة بهذا الحجم تعتبر كأنه كاس عالم في لعبات التنس فهذا الشيء يكون مطمئن لنا انه فعلا رياضة التنس البحرين بخير وانه عندنا لعبين وعندنا منتخب وعندنا مجلس دارة برأس سعد الشيخ عبد العزيز قادر على انه ينظم ويطور وايضا يخلق فريق قادر يشارك مثل هذه اللقاءات والبطولات الكبيرة ويتميز كاس ديفيس عن قيره من المسابقات باعتباره هو الحدث الرياضي الاكبر للرجال على مستوى كرة المضرب حيث يديرها الاتحاد الدولي للتنس وقد وصفه المنظمون بانه كاس العالم للتنس بطولة الديفيس كاب هذه البطولة تعتبر كاس العالم بالنسبة للعبة التنس فاحنا في البحرين منحونا ان احنا نستضيف هذه البطولة لثاني مرة بالنسبة لنا احنا فريق البحريني عطونا مقصرة واللعبة والمنافسة كانت شديدة وان شاء الله املنا كبير مع دعم سمو الشيخ خالد بن حمد وجود الدكتور عبد الرحمن عسكر اليوم يشوف ونتكلم عن الطرق اللي نقدر نطور لعبة التنس في البحرين شيء شرف ان يكون عندنا ترتيبات وتجهيزات ونهنئ الاتحاد البحريني للتنس بهذه الترتيبات وكل شيء على اتم وجه بصراحة والتعاون والحماس شديد جدا فمشاء الله مرة ترتيبات عالية الحمد لله هذا الحضور الكبير والنجاح التنظيمي في بطولة كاس ديفيس من قبل مملكة البحرين يؤكد على قدرتها باحتضان مثل هذه البطولات خاصة مع الامكانيات العالية التي تسخر بها المملكة والدعم الكبير في ظل الجهود المبدولة من قبل الهيئة العامة للرياضة برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ومساندته لاحتياجات الاتحادات الوطنية وتذليل كافة الصعوبات لإنجاح مثل هذا الحدث الرياضي وإظهاره بصورة مميزة لتواصل المملكة بذلك بازدهار المنظومة الرياضية ونمائها والوصول بالرياضة البحرينية إلى أعلى المستويات طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر